وكما كان متوقعاً بدأت عروة حلف الانقلاب بالتململ وأخذت دائرة الخلافات تأخذ منحاً أوسع وأعمق بعد أن ظلت لفترات طويلة متوارية أو تحت تأثير المهدئات المؤقتة لكنها الآن وخلاف كل مرة تعدت التراشق الإعلامية والتصريحات المستفزة إلى فعل على الأرض فعل لم يعد من السهل احتواءه أو كتمانه وقد سال الدم وتفجر البارود التفاصيل تؤكد جميعها بأن النزاع هدف توسع في السيطرة لميليشيا الحوثي أو تضيق الحصار على المخلوع لا فرق يبدو كبيراً أو صغيراً بين كلا الأمرين بعد الفراغ من أداء صلاة ظهر أمس الأربعة انتشر مسلح الميليشيا حول وفي المسجد المسمع طباطاً باسم المخلوع صالح في ميدان السبعين ثم ما لبث أن تحول الانتشار إلى صدام وإطلاق نار متبادل توسع إطلاق النار وشمل عدة أحياء في العاصمة صنعاء وكلها بالقرب من مساكن أعوان صالح ومقرات حزبه هدأت الاشتباكات بعد أن سقط القتلى والجرحى من الطرفين وإن كانت الحصيلة النهائية الدقيقة لم تتوفر لوسائل الإعلام عدا ما ورد في بيان حزب المخلوع الذي أكد أن عدد قتله بلغ أربعة وجرح خستة آخرين بعد الحادثة خرجت ميليشيا الحوثي برواية خلاصتها اللاثقة بين الطرفين تعززت تلك اللاثقة بما وجدته من معدات وأسلحة عسكرية عثر عليها بفناء الجامع الذي يشرف على ميدان السبعين الذي سيحتضن فعالية الميليشيا التي تنوي إقامتها بالتزامن مع المولد النبوي الميليشيا وعبر وزارة داخليتها أكدت أنها ستستمر في ملاحقة عناصر المخلوع الذين وصفتهم بالخارجين عن القانون وإذا أذلك ستضرب بيد من حديد حزب المخلوع صالح حمل شركائه الحوثيين مسؤولية الأحداث وكل قطرة دم تسقط في هذا الخلاف معتبرا أن تلك الأعمال تعد تقويضا لشاركة بينهما وعليه يبدو بأن العقد يتجه نحو الانفراط وهو بنظر كثيرين أمر طبيعي ونتيجة حتمية لطرفين اجتمعوا على هدم البلاد والانقلاب على شرعيته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر